اهلا بكم في موجز لاهم واخر الاخبار عقد مجلس والقياد الرئاسي اجتماعا افتراضيا برئاسة رئيس المجلس رشاد العليم وبحضور رئيس الوزراء الاجتماع ناقش الاعتداءات الارهابية الحوثية على المشاهات النفطية والاجراءات المتخبة لتحييدها والحد من تدعياتها الكارثية خصوصا على الاوضاع الانسانية والاقتصادية كما اقر المجلس بهذا الخصوص عددا من القرارات الحازمة ووجه الحكومة بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف المستويات اكدت الحكومة انها وضعت جملة من الاجراءات والخيارات لاتعامل مع الاعتداءات الحوثية المتكررة على المشاهات النفطية واكد مجلس الوزراء خلال اجتماع النساثنائي في عدن على التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الارهاب والمجتمع الدولي لتنفيذ هذه القرارات في اطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الارادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة كما حمل ميليشيات الحوثي مسؤولية العودة الى مربع العنف وصلت الى مخيم مع اعتصام ابناء المدريات الشرقية في منطقة شبوى القديمة وفود من ابناء المدريات الوسطى للمطالبة باخراج عناصر الاخوان في من معسكر عارين هذا والقاء القيادي في المقاومة الجنوبية الشيخ الحمر بن علي لسود بيانا اكد على تأييد ابناء المدريات الوسطى ومؤذرتهم الكاملة لمطالب قبائل البلعبيد والمدريات الشرقية عامة مشددا على سرعة الاستجابة للمطالب الشعبية باخراج عناصر الاخوان من معسكر عارين هبطت اول رحلة جوية على مدرج مطار المخى الدولي تزامنا مع تدشين عضو مجلس القيادة الرئاسية العميد الروكم طارق صالح المرحلة الثانية من الانشاءات في المطار وقال مصدر المسؤول في ادارة مطار المخى ان طائرة تابعة للامم المتحدة هبطت في مدرج المطار بعد اخذ كافة اجراءات السلام والامان والتأكد من جهازية اجهزة الاتصالات والملاحة الجوية واكد المصدر ان البطار اضحى جاهزا ومجربا لاستقبال كافة الرحلات الجوية السابعة للمنظمات الدولية ومنظمات الاغاثة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة